بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله تعالى وبركاته اليوم في معلومة بسيطة حابين نشارككم فيها وهي كيفية تعيين برامج افتراضية للملفات لتعيين البرنامج الافتراضي نروح نفتح الملف نجلد الاحتوي على فولدر الاحتوي على البرامج اللي حابين نغير الصغة حقيتها طبعا هنغير اليوم على الفيديو طبعا عشان نشوف صغتها الان نروح على طبعا نضغط right click او control وبعدين نرجع على get info طبعا هنا نشغلين على quick time player نتأكد انه الثاني نفسه فعشان نغير هذا نرجع لget info وهو بيكون بطريقة هذه فنفتح open with ونحدد البرنامج المراد التغيير اليه ونسوي change all continue مواصرة نتأكد من الملفة الثاني بتغير اهو بتغير طبعا هذا يعني يمشي على كافة الملفات سواء فيديو او صور او document اي شيء فكلها بطريقة هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد والآله وصحبه اجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر